تطور ده انت ممكن تكون منتظره يعني ترسيم علاقة وممكن تكون مش منتظره حاجة مفاجأة جاي لك شخص ما جديد ظهر في حياتك شخص ما اتعرفت عليه بطريقة غير مباشرة وأصبح لي مكان حياتك فورف انسبريشن بتقول ان في تطور عاطفي جاي لك مهما كانت حالتك العاطفية ايه اوكي يعني فيه خير من الاول كده يلا نقسم الاركل بتاعنا هناخد كارتين عاطفيين هيكونوا الجايدين بتاعنا هنفتحهم في اخر التوقعات باذن الله فورج الميزان عاطفيا من 7 ل 14 فبراير باذن الله ايش يالا نقسم في الموضوع بالتوقع وهنا نقسم كارتين أوركل من أوركل الميرميد او أعروس البحر ونشوف الخبايا اللي في البحر عايزة ننصحك بالله بسم الله يلا يمزان نخش في الموضوع على طول ونشوف حياتك العطفية من سبعة لأربعة وعشر بسم الله أول حاجة أحب أقول لك الأس وفويس ده في فرصة جديدة مش فرصة واحدة أكتر من فرص بمعنى لو أنت عازب هيكون في أكتر من شخص أنت هتكون منجذب لي أو هتكون تتمنى أن الشخص ده يكون في حياتك بطريقة عاطفية شخص ده ممكن يكون قريبك من بعيد ممكن يكون جارك ممكن يكون زميلك في العمل مديرك شخص أنت مديره واضح أن في شخص ما هو موجود في حياتك لو أنت عازب ولكن الأمر هيتطور في فترة ده تاني حاجة لو أنت هنا منفصل في إيس أوفويس يعني إيه في بداية جديدة مع شخص اللي أنت منفصل معه سواء الانفصال ده بقاله فترة طويلة أو الانفصال ده مؤقت خصام بقاله يوم أو يومين أو حتى ساعة أو ساعتين لو أنت في علاقة عاطفية في هنا بداية جديدة ما بينك وبين الحبيب بمعنى أن لو كان فيه سوء تفاهم ما بينكم فيه نقطة معينة أنتوا فيها مش مشتركين أو شيء أنت ما بتفضلوش في حبيبك أو شيكك وهو ما بتفضلوش فيك واضح أن أنتوا هتجدوا طريقة أن أنتوا تتفقوا عن نقطة الاختلاف ده أوكي التنف انسبريشان بتقول أن الفترة الجاية دي فيه رزق كبير قوي جاي لك وإحنا قلنا الرزق معناه شخص كويس أطفال اللي بيتمنوا الأطفال زواج اللي بيتمنوا الزواج شخص يخش في حياتكم اللي عازلين فيه رزق كبير جاي ولكن أنا شايفك عارف أن الرزق ده جاي لك وشايفه بس محتور خايف قوي ليه كده يا مزان فيه طاقة خوف مسيطرة عليك ممكن الخوف من الدخول في علاقة مش حلوة أو الخوف أن أنت تخش علاقة عاطفية وتتجه في حياتك لعلاقة جديدة وشخص ما أنت منتظره من الماضي يجي بس بعد فوات الأوان أنت مش عايز يبقى الوقت اللي أنت فيه ده بعد فوات الأوان أنا شايفك يعني خايف أن أنت تاخد قرار وبعد كده القرار ده يكون خاطئ لكن أنا شايفة أن أنت لازم تفتح الباب اللي قدامك وتشوف حياتك وتشوف مصلحتك ما تخافش من اللي جاي أنت لازم ترحب باللي جاي لازم تتفائل باللي جاي لكن لو خفت منه وهتوقف ومش هتطور أي حاجة في حياتك في الوقت ده طب هنا بيقولك إيه في بوارة خير جديدة مفتوحي لك يعني فيه فرص جديدة فيه كان فيه خصام مثلا ما بينك أو بين شخص ما كان فيه طلاق ممكن وابتديك وتدل بعض فرصة جديدة يعني ماشي أن هصط فيك تاني أو أنا هديك فرصة تانية أو أنا هدخلك حياتي مرة تانية لو أنت مستقر في حياتك العاطفية واضح أن أنت ويه زوجك أو حبيبك عايزين تطوروا الحب اللي ما بينكوا عايزين تبعدوا القلق الملل لو فيه روتين شايف أن أنتوا بتديتوا تتفكروا في إيجابيات كتير يعني مثلا في السبع تيام دول فيه عيد الحب جاي ممكن أنت أو زوجك أو أنت أو حبيبك ترجحوا أن أنتوا تخرجوا أو تعملوا ترتع على شكل قلبي يعني هتعملوا أي حاجة رومانسية في رومانسية موجودة معاك الفترة دي ولو أنت عازب أنت هتخرج ومش هتكون زعلان أن أنت لوحدك أن أنت عندك طاقة إيجابية هحاسس أن السنة الجاية في عيد الحب الجاية هيكون معاك الشخص اللي أنت تحتفل معاك دي الطاقة الإيجابية المساعدة عليك خلينا هنا نشوف أول كرت بيقول إيه أوكي تأمل أنت متأمل كده في حياتك متأمل في الحلو والوحش في حياتك ولكن بالنظرة تفقوا إيه يعني الوحش اللي حصل في حياتك أو العلاقة اللي ما كانتش مظبوطة في حياتك أنت بتبصيلها في الوقت الحالي تقول ده ربنا نجاني العلاقة المستقرة أو العلاقة اللي أنت حاسس أنه هيبقى فيها استقرار أنت بتبصيلها تقول الحمد لله إن الشخص ده قابلته في الوقت ده شايف أن أنت متأمل كده حياتك بتعمل نظرة عامة على حياتك وبتشوف إيه هالأشياء الإيجابية والسلبية وفي كلا الحالتين بتفكر فيهم بطريقة إيجابية كبيرة جداً بلاشكرتاني خلينا نشوف في إيه تاني جاي في حياتك الميزان في الفترة من السبعة لأربعتاشر فبراير بإذن الله يلا نشوف في إيه جاي معانا هنا ميز أوف ايموشن طبعاً عاطفة كبيرة زي شروت أوكي وهنا فورف ماتيريال رومانسياتك عالية جداً وعاطفتك زيدة جداً الفترة دية ميزان عندك طاقة للحب والرومانسية عايز تسمعك كلام رومانسية عايز حبيبك يقولك كلام حب عايزه يوضح لك قد إيه إن هو معجب بيك مش قادر يعيش من غيرك عندك طاقة كده إن إنت عايز شخص إنت بتحبه يتغذل فيك أو يقولك كلام يصحي العاطفة اللي جواك إنت عادتك عاطفة كبيرة جداً وعايز تستخدمها مع الشخص اللي إنت بتحبه وهنا أنا هقول بقى لو إنت عازب أو منفصل في الوقت ده العاطفة جيالك زي الرياح مدايقات جداً بتقول مثلاً سالفات زي دلوقتي كنا بنتقابل أو يعني بتفكر كده في أشياء سلبية شوية ولكن العاطفة اللي عندك ده أنا شايفاك أنت هتستخدمها في طريق الصح يعني إيها آه هتفكر وتقول ده ده كان حوصل ده ده لو أنا لما كنت معيه أو لما كنت مثلاً سالفات كنت تفكر أن هيبقى معيه حبيب في الفولنتاني أي حاجة زي ده شايفاك أنت بتفكر وتقول خلاص يبقى أنا اللي هغير الوضع ده بإيزي أنا اللي لازم أكبر نفسي إن أنا كنت سعيدة لأن أنا لو سعيدة أنا هجزب السعادة حوالي أنا شايف أن تفكيرك بصراحة وقعي جداً منطقي جداً جداً ما فيش أي ضحكة على نفسك لا مواجه المشكلة وبتفكر فيها وبتفكر إيه اللي أنا أقدر أعمله لشان أغير المشكلة زي زي شروت عندك أكثر من اختيار الفترة زي يعني عندك اختيار مثلاً ممكن تكون أنت مستقر في عملك وبتفكر أن أنت تنقل لأن كل الأشخاص اللي في عملك مش مناسبين في فرصة أن أنت تروح مثلاً إلى الشركة جديدة أو فرع جديد وإنت عارف أنه ممكن يكون فيه فرص عاطفية هناك أنا شايفاك أن أنت بتفكر لما بعد يعني أنت هتفكرش في أن أنت هتفضل مثلاً في الوظيفة دي أو هتفضل في المكان ده وما فيش أي تطور وبتفكر في التطور بنفسك يعني إيه لو أنا بروح مع أصحابي مثلاً النازي ده كل يوم لا هقنع أصحابي أن هنروح مكان ثاني ما فيش شخص مناسب في محيط عملي أو شغلي أو الأمال اللي هبخرج فيها هغير كل ده أنا شايفاك أن أنت محتار ولكن أنت ناوي التغيير والتغيير اللي أنت ناوي تغيره 100% في مصلحتك مقتنع به جداً جداً وعارف أنه وقت ما أنت هتقوم بالتغيير ده هو ده الوقت اللي أنت هتكون سعيد فيه عاطفية هنا لو أنت منفصل أنا شايفة أن أنت حيرانية ترى تواصل أنا مع حبيبي ولا هو يتواصل أنت سبرت شوية ممكن كنت وصلت مرة أو مرتين وما كانش فيه رد فعل من حبيبك لكن العاطفة اللي عندك الفترة زي ما خلي إياك عايز تشوف لسه بيفكر فيك ولا لأ عايز تشوف هو لسه عايزك ولا لأ ممكن هتاخد يعني اختبار كده تبعت له رسالة تحاولت تعيد عليه أو ده أو ده بس أنا شايفة أن أنت متردد عايز تعمل كده بس عقلك بيقولك لأ فوروف ماتيريال عايز أقول إن فيه شخص ما هيتواصل معاك الشخص ده من الماضي والشخص ده هيقولك ايه الكلام الرومانسي اللي أنت عايز تسمعه؟ يعني هيقولك قدقي إن حياته بدونك فاضية؟ هيقولك قدقي إن هو نفسه يقابلك قريب؟ أو اللي بعده عنك الشديد القوي؟ أو أنا اخترت غلط؟ أو أنا اتصرفت غلط؟ يعني كلام كده فيه اعتذار؟ ده لو أنت طبعا عايزب وما فيش حد في حياتك هيقولك كده هقولك إن فيه شخص ما ممكن تقولكم تعرفوا قل صديق هيحاول إن هو يتواصل معاك على هيئة حبيب وإنت هكون مستغرب قوي يعني عايز أقول في المجمل أنا شايفة إن فيه تطورات عاطفية كبيرة وفيه مفاجآت في حياتك الأسبوع ده ده خلينا شوف ده أنا كارت بيقول إيه؟ أنت منتظر، أنت منتظر التواصل ده، أنت منتظر التغيير، منتظر مثلا ترسيم العلاقة، اعتذار الحبيب أنا شايف حيلا إن أنت منتظر، لكن الأمر اللي أنت منتظر، منتظره بشغف يعني أنت عارف إن هو هيحصل فيه أشخاص كده تبقى وقفة ومنتظرة التغيير وهي عارفة إن التغيير ده جاي في خلال يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين هنا أقول لك انتظرك في محله إن الأمر اللي أنت منتظر حدوثه هيحصل قبل ما تتوقعه حتى أوكي، خلينا نشوف آخر كارتين عاطفيين معنا في توقعات النهاردة أول واحد بيقول لك release your eggs، انسى الشخص من الماضي The time has come to clear your energy هنا البعض منكو اللي لسه عايش في الماضي شوية، اللي لسه منتظر شخص ما من الماضي، أنا عايزه هو ومش عايز حد تاني الشخص اللي خايف إن هو يمضي في المستقبل ويمشي في المستقبل، أحسن حبيبه الصابت يجي ويكون بعد فوات القواني هنا بيقول لك سيب الماضي للماضي، عيش حياتك، عيش الحاضر اللي أنت فيه، فكر في المستقبل، ما تربطش نفسك بالماضي، ما توقفش حياتك عشان الماضي، هتستريح، هتحس إن فيها حملة قيل قوي، كان على كتافك ونزلته، ماشي طب تاني كارت بيقول إيه؟ بيقول لك give your relationship a chance, work on your partnership هنا اللي فيه مشاكل طفيفة أو خلافات أو سوء تفاهم ما بينه وبين حبيبه أو ما بينه وبين زوجه، هنا بيقول لك ادي فرصة للعلاقة دي أنا شايفك فعلا أنت عايز تدي فرص هنا، ولكن بيقول لك ادي فرصة، وشوف جربها مرة ما تدلش بقى تدي فرص 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 لا، هنا النصيحة بتقول لك ادي فرصة للعلاقة العطفية اللي أنت فيها، وشوف الشخص ده اتغير، الحال اتغير، سلوبه اتغير أم لا؟ لما انت هتدي فرصة هتشوف إذا كنت انت فعلا صرعت بقرار خروج الشخص ده من حياتك، ولا هو ده اللي كنت المفروض فعلا تتبعه وتعمله، شكرا لبرج النساء